انتلق منتدى الأعمال المصري السربي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي والرئيس السربي ألكزاندر فوتشيتش في العاصمة الإدارية وبمشاركة عدد من الوزراء وكبار رجال الدولة ورجال أعمال من البلدين تم التأكيد خلال المؤتمر على أن مصر هي بلد الفرص على مختلف المستويات بسبب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي تشهده فضلا عن الإشارة إلى أن مصر عملت على تغيير القوانين لدفع الاقتصادي إلى الأمام من أجل جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل من خلال إطلاق حزمة من المشروعات القبرى منها نحو رقناة السويس الجديدة واستصلاح الأراضي